بنظام صحي متدهور وخزينة مالية شبه خاوية تكافح السلطات في العراق لتعامل مع أسوأ أزمة وبائية اجتاحة العالم بظهور فيروس كورونا المستجد منذ نحو أسبوعين تشهد البلاد تصاعدا لافتا في إعداد الإصابات بالفيروس التاجي تجاوز عتبت المائة وستة وسبعين ألفا وعدد وفيات يقترب من ستة آلاف وهو معدل كبير بات العراق يسجله مع تراجع معدلات الإصابة في الدول المحيطة به في الجانب الصحي يواجه الأطباء والعاملون في القطاع ضغوطا كبيرة في ظل انتشار الفيروس فبين ارتفاع الإصابات والوفيات بين صفوف الجيش الأبيض تتفاقم أزمتهم من خلال ارتفاع حالات الاعتداء التي تطالهم من قبل ذوي المتوفين إثر المرض إحصائية رسمية صادرة عن نقابة الأطباء العراقيين تؤكد أن الفيروس ضرب نحو 1300 طبيب توفي منهم 32 لغاية الآن إذن أرقام مفجعة تنظر بانهيار وشيك في القطاع الصحي الذي يعاني أصلا نقصا حادا وشللا في حركة الدعم والتطوير تفش وبائي غير مسبوق يحاصر العراق ويضعه في دائرة الدول الحمراء الأشد خطورة في المنطقة ويلقي بظلاله على كهل العراقيين المثقل بالهموم من حيث شح الخدمات لتكمل أركان الحياة المعيشية فيه بعام الوباء ونقص الكهرباء وما خفية كان أعظم ترجمة نانسي قنقر